والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله يوم النحر هو يوم العيد ثم يوم النحر لأن المسلمين انحرون ضاحيهم ويأكلون منها ويتصدقون منها ويهدون منها لجيرانهم فهو أيام فرح وسرور بفضل الله سبحانه وتعالى يوم النحر يوم عظيم من أيام الله تعالى فيسبقه يوم عرفة وهو يوم عظيم مبارك وهو يوم وقوف الحجاج يبتهلون إلى الله تعالى بالدعاء ويتجلى لهم ربهم سبحانه ويباهي بهم ملائكته ويعتق فيه خلقا كثيرا من النار وبعده تأتي أيام التشريق الثلاثة وكل هذه الأيام الخمسة هي أعياد للمسلمين يوم النحر ويوم عرفة والأيام الثلاثة أيام التشريق خمسة وقد بين ذلك النبي عليه الصلاة والسنان فقال يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب نعم خاصة بالمسلمين خاصة بالمسلمين لا يشاركهم فيها غيرهم وفي هذا اليوم العظيم أعلن أبو بكر رضي الله عنه لما حج بالناس سنة تسع تحريم الحج على المشركين يقول أبو هريرة رضي الله عنه بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان لأن المشركين كانوا يتقربون إلى الله بالطواف وهم عرات تقروا يظنون أن هذا يقربهم إلى الله فالله حرم هذا قال الله جل وعلا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وقد سمى النبي عليه الصلاة والسلام هذا اليوم بيوم الحج الأكبر فقد وقف عليه الصلاة والسلام في يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بها وقال هذا يوم الحج الأكبر لأن أكثر أعمال الحج تؤدى فيه وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر وفي هذا اليوم العظيم الذي هو أفضل أيام العام وأعظمها عند الله تعالى وقف نبينا عليه الصلاة والسلام في ميناء خطيبا في الحجاج الرسول صلى الله عليه وسلم بينا في هذا اليوم الذي ودع فيه الناس قال لعل لا ألقاكم بعد عامي هذا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت اللهم اشهد وهذه وصية عظيمة ودع بها النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه في أعظم موسم وفي أفضل يوم وفي خير مكان وهو متلبس بمناسك الحج وأيام التشريق هي أيام الذكر والأكل كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله أيام التشريق بعد يوم العيد يوم العيد واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذه أيام التشريق يبدأ من يوم العيد ويستمر إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر ويمتد وقت التكبير وذبح الهدايا والضحايا في هذه الأيام فيشرع التكبير والنحر والذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر وفي هذه الأيام يجتمع التكبير المطلق والمقيد